بيت الشرق والغرفة التجارية ونقابات العمال والصالونات الأدبية مؤسسات حرمة منها المقتسيون ومنعت من مزاولة عملها لسبب أو لآخر يُعزى لإسرائيل التي يؤرقها وجود مؤسسات ومراكز عربية في شرقي القدس تُعنى بالشباب أو التجار أو دعم الثقافة أو اقتصاد المدينة لأن تمكين المؤسسات اقتصاديا واجتماعيا لن يمكنها من فرض سيادتها وسيطرتها على القدس الشرقية وإضعاف الوجود العربي فيها احتياجات في مدينة القدس احتياجات كبيرة لدينا خطة طموحة بأن ننمي ونطور قدرات الأيدي العاملة قدرات الشباب في رفض هذه المدينة المقدسة كل عمل والجهد يبذل في هذه المدينة هو يعزز من صمود الناس مجلس القدس للتطوير والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتور سري نسيبة ومن مقره في منطقة الشيخ جراح في القدس أخذ على عاتقه جزءا من مسئولية رفع المعاناة عن القدس بقطاعاتها المنتجة والتنموية في مجالات التعليم والصحة والشباب والثقافة من خلال تمكين المؤسسات العربية وتطوير أدائها ووضع برامج لمساعدة الطلبة الجامعيين عبر تمويلا حصلت عليه من صندوق أبو ظبي للتنمية دعما للصمود العربي في مدينة القدس إحنا لما توجهنا لأبو ظبي والإمارات توجهنا بخطة واسعة فعلا للتطوير الاقتصادي في المدينة إلا أنه الخطوة الأولى كانت البداية في هذه السنة هذا العام والبداية متواضعة بمعنى أنه حنركز فقط على المؤسسات اللي في القدس محاولة تستنهارها شكلت القدس تاريخيا القلب النابض لفلسطين وكانت مركزا تجاريا وثقافيا ودينيا للفلسطينيين من أقطاب البلاد كافة وهو ما حاولت إسرائيل منذ عام سبعة وستين إضعافه عبر مخططات العزل والسياسات الضريبية والقوانين المجحفة وحتى إغلاق المؤسسات العربية أو إضعافها اقتصاديا مما يتطلب دعما عربيا قد يشكل طوق النجاة الأخير للمقدسيين في المدينة المحتلة لأن القدس ليست قضية الفلسطينيين وحدهم بل هي قلب الإجماع العربي الإسلامي يأمل المقدسيون باستدامة الدعم المالي العربي للقطاعات الاقتصادية التي تشهد تدهورا وانهيارا بعد مرور نصف قرن على الاحتلال الإسرائيلي لبرنامج القدس راما يوسف قناة الغد القدس المحتلة